السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موضوع اليوم هو على البطاريات الليثيون طريقة الفحص ما سنتأكد قبل ان نشدها بخلية حمضية قبل ان نضيف البطارية حمضية وقبل ان نضيف البطاريات هاي اللي فتحناها من البطاريات اللابتوب لازم نتأكد من صحتها ومن قوة تشغيل الامبير مالا هل هو عالي يفيدنا بالتشغيل مستمر ذا نخلي المروحة الالعاب الحاسبة او الايشي فلازم نتأكد من صحة البطاريات نفحص الاومية مالتين الامبيرية مالتين جد الواطية ونفحص الفولتية مالتين ارتفاعها ونخفاضها فهذا الشي راح اوضحها اليوم بطريقة مبسطة ومفيدة يعني بحيث انت من تاخذ هاي القطعة ما البطاريات ذاني مالات اللابتوب ذاني من انت تفتح انت تفتح من بطاريات لابتوب ثانية فانت تستفاد من وعدة تعرف ياهن العاطلات وياهن المشتغلات بيهن الباقيات ودائما تكون جهة السالب ببطاريات لابتوب تكون ضعيفة يكون بها ضعف يعني اللي كانت تبقى خير السالب على البي واحد او على السالب الاول هو راح يكون هو دائما من الزوج الضعيف هاي بطاريات اللابتوب جهة منها يبدأ السالب بعدين البي واحد البي اثنين والبي ثلاثة البي موجق وهنا بي اثنين سالب وبي سالب واحد وهنا البي سالب فدائما تكون جهة السالب هي ضعيفة ومو شرط مراتي اعطل البي ام اس هذي يظل ما يشحن هسان حاليا جاي افتحها البطارية واخذ الخلايا اللي بداخلها افحصها اشوف اللي يفيدني من عدين اشدهن واستفاد من عدين وطاقة هاي متجددة اذا نخلي البي ام اس ونستخدم الشحن صحيح راح هوايت وقعدنا عشرة الاف مرة شحن قابل المداورة عشرة الاف مرة فراح علمكم شون تفحصون البطارية الزيانة البطارية اللي موجودة اللي بعد بها عمر هواي تنطينه واللي عمرها يكون قصير فهي ما راح تفيدني لان هي بداخلها محلول الكتروليتي وهاذ المحلول هو من ينشف بسبب التشغيل هواي او يتعطل او الايون ما لا يضعف يعني يخمر ينصابه بخمول فبعض البطاريات من يصير بها خمول احافزها بسلك بس مجرد تنطيعها سلك اذا اي اثنين تنطيعها سلك حارسة او دمش ترجع الصير ثلاثة ونصف او صير ثلاثة ترجع تتنشط وبعضها ما يفيد التنشيط فانا راح ارويكم الفحص شلون هاي البطاريات اللي موجودة هاي مجاميع مفتوحة من كل نضيدة ما البطارية هاي بداخلها ست اصابع ازواج ما فصلت انبقيت لان ازاجه من يضعف يضعفه وصديقة هاي اضافة ااااااااا وراحان من افتحنا دائما ناخذ ثلاث مجاميع هاي موجودة قلت لكم نخليها بداخلها البطارية الحامضية وحتى تصير الشحن ما له اصولي وتكون مكتملة ومعزولة عزل جيد بداخل الحاويات هاي اللي موجودة هنا فالي نسويه هو الفورت ميتر هاذ اللي عندنا نخليه على 20 فولت ونحضر مصباح هذا القلوب هذا ما ليش هذا ما الاشارة يستخدم داخل سيارات الكراون اللي احنا نسميها البطة والمارك يكون الاشارة اليمني او اليسر هذا القلوب الشمعة وحدة بداخله هذا الارقون بداخله بس خط واحد فتيل واحد هذا القوة مالته هي 21 واط 12 فولت 21 واط ليش 21 واط لانه بنفس الاجهزة مالات التيستر اللي يستخدمونها بال تيسترات البطاريات اللي بداخله مقامة 21 واط تنزل البطارية تنزلها 10 بالمية من الفولت طبعا هل سنتم عدكم صعوبة بالكلام والنطق اللي جاي يقول لنا بس بالتطبيق السراح يبين البطارية نفرض قيمتها 4 4 فولت الفولت اللي بيها 4 اذا ركبت الواحد وعشرين واط تنزل الصير 93 3 فولت فاصلة 90 بالمية اللي فقده بسبب الضغط هذا هو 10 بالمية 10 يعني البطارية ما بيها شي خوش نثبت نزول الفولت ويوصل المكان اللي ينزل بيه يثبت ما يظل يتناقص يتناقص بنحو الانخفاض لا راح يثبت على مكان واحد وذا تناقص حبايا حبايتين يعني 88 أو 87 يبقى ثابت فبعد ما حاولنا الفولت ميتر انا سميه فولت ميتر ما اقول مليميتر و اوم ميتر لان احنا قاعد نستخدم الفولت فانا نقول فولت ميتر راح نخليه عليه العشرين فولت ونشكل المقابس هذا الكلاب مال الفحص على الموجب على الموجب مو شرطة والسالب على السالب بس المهم احنا نثبته بهالشكل هذا على المقابض مالات الفولت ميتر بهذا الشكل ونبدأ بالفحص اللي عندنا هسا حنا هنا اول ما ابدأ بالفحص كل زوج يكون بهذا الشكل الازواج نرتبطه كل اثنين سوى مجاميحين فابدأ بالفحص اول ما افحص طلع عده هسا 3.93 3.93% من انطي الادروب هاذ من نسوي علي حمل ادروب 21 واط لازم يصير 3.83 لانخفاض يكون 10 اذا به الحدود هاذا البطارية ناتحة وما بيهاشي صار عده 3 و83 و84 يعني اقل العشرة صار الحمل اذا البطارية ما بيهاشي الثبات ثابت على 3.84% يعني الانخفاض هو مثل ما قلنا السادة 10 10 9 10 9 هذا الشي اتحملت البطاريان اتحملت ال 21 واط الحمل اللي بداخله وثابت على 83 مع العلم ان هذا القلوب ويتر 21 واط مو شوي نفحص المجموعة الثانية اللي بعده طبعا هذا الفحص هو احسن من الاجهزة هذا انت تفحصه بيدك تتأكد من بطارياتك بدون ما تروح الاجهزة واجهزة عاطلة واجهزة غالية وهذه الشغلات كلها ما تفيد بس هذا الشغل وتجربة وشغل عملي وصحيح ومؤكد وجاء اشتغل بي وهي بطارياتك موجودة بالقناة تقدرون تشوفونها انا سويتها على نفس هاي الطريقة والضعيفات البطارية الضعيفة سرح اراويكم شلون تكون الضعيفة المجموعة الثانية نفحصها اول مرة قبل ان نحط الواحد وعشرين واط نفحصها عدنا ثلاثة فاصل سبعة وتسعين لازم لدروب يكون عشرة بالمية يصير ثلاثة فاصلة سبعة وثمانين الثلاثة وثمانين اقل هاي من سبعة ايه صار عدنا تسعة تسعة او عشرة انخفاض ثابت ما صار الانخفاض يعني نقول خمسة وثمانين ستة وثمانين سبعة وظلت انخفض بهذه الشكل حتى ما توصل للسبعين اذا اظلت انخفض للسبعين او للستين يعني ضعيفة وما تفيد قاعد يهبط الفورت مالها بسبب الواحد وعشرين وامباريتها ضعيفة فهاي امباريتها ثابتة والانخفاض هو عشرة نبدأ المجموعة الثانية ما راح اطول عليك هاي المجموعة ابدأ فحصين الزوج الاول اربعة فاصل اثنين وهنا اربعة فاصل واحد وهنا اربعة فاصل اثنين فورتيات انهية كلها اربعة فمن انطين واحد وعشرين وقت اشوف الزوج الاول من اربعة وثمانين من اربعة ضبط الى ثبت عليها من الى تسعين الانخفاض للدروب هو عشرة اذا نشوفها عشرة المضبوطة البطارية ما بيش الزوج بالمتصف سبعة يعني ما اخذ فولت هواي ما سحب هواي فولت لان البطارية امبارية عالية ونظيفة ايضا ما بيش ايضا تنازل ماكو اي تنازل ما صار بها انخفاض نسبي يعني ثلاث وتشعين اربعة اثنين وتشعين وبعدين تدخل بالثمان تفضل ثابته ايضا هاي اربعة فولت تشانت وهس اثبت عليها نشوف اش قد صارت اربعة وتشعين الانخفاض هو سبعة سبعة بالعشرة من الفولت التأثير يعني ما نطط بروح البطارية قوية والخفاض ما بها تدريجي هاي المجموعة ايضا الثلاث بطاريات ذنة ما بيهن شي قويات نقدر هسن ركب نطيهن تنسوي على الموجة بواحد هنا وهنا يصير الربط على التوازي نحصل على شكل بطارية ونخليها بداخل الحاوي هاي الموجود هنا هي وصديقات بس بعد ما اخلي هن ربن مثل هاي الموصان على موضي يحمي الناها من الحركة ويضغل بهذا الشكل نخلي ما بشر على كملة هذا موجود الشرح بالقناة طريقة تركيبهن ونبدأ بهاي المجموعة الثانية ونشوف القيسة ونشوف قوة البطاريات ايضا اللي بيها ادنا هاي مجموعة ايضا القيسة اول مرة اول شي قيسة قبل الفحص افحص الفورتيات مالة الفورتيات 3.83 3.83 3.83 3.83 من نرطي يحمل 21 واط ايش قد يصير للضروب الانخفاض هو 30% ضعيفة هذه البطارية لان اول ما سنشغل عليه ستبدأ بالانخفاض سريع الانخفاض 51 50 ولا زالت تنخفض اذن البطارية بها اسقاط بالليثيوم بها المحلول مالها يابس يعني حتى اذا نطقي يعني شي بين البطارية مالها فارغ مثل فارغ الثاني الزوج الثاني 83 وننطي تحميل 21 واط طلع لنا 50 انخفاض ايضا 30 هنا 83 انخفاض ايضا نفس الحالة طبعا نذن شهنتين ونخفض بهذا الشكل وحفزت بعد ما صنع فولتين حفزت الرجال 83 ونخفض فالانخفاض عده هنا 30 وبدت بالاسقاط بدت 48 وقامت تنازل تدريجيا يعني البطارية مايفيد انذن ثلاثة وانا تسل تعازل وفحص عدنا هذا ايضا زوج مع البطاريات 3.0 انا خدت المجموعة مرت الاربع وبقى هذا نفحص اول مرة بدون 21 واط 3.92 اذا حمل 21 واط نسوي لتستر الانخفاض هو 5 بعد ما ثابت يعني من 93 و 92 الى الى 7 78 الخفاض هو 12 يعني شيء بسيط وثابت هذا الزوج مع البطاريات هو ما بيشي وقوي و الفورتي ما لت مناسب الفورتي بحسب شعر لكن لدينا بالضروب الخفاض نستخدم بأي شيء بطاريات 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 تليفون او اي بيامس تستخدم بأي مكان هي بطاريات ناجحة وما بيشي هذا الزوج ما بيشي لكن ذن الاربعة نبيه نسخة هس نبدأ بهاي المجموعة المجموعة الاخيرة راح نفاص طبعا هذا الفعص مفيد لكم وانصحكم لا تغادروا من اي مكان لا تحول تتنقل باوعة كل الفيديو كل خطة جاية سوي هي مفيد لكم ان شاء الله المجموعة اللي والى الزوج الاول هو 3.57 3.57 من انطي تحميل صار 3.50 الادروب هو 7 الخفاض به تناسب ماكو تدريجي ثابت البطارية 49 واربعين وثابت المجموعة الثانية 3.63 بالمئة الركب عليها 21 نواط نسوي لتسر صار 51 او 50 وثابت 49 نشوف هاذا ثابت 48 نعيد 93 61 3.61 الانخفاض لازم يصير للخمسين هنا 49 48 ونظل انتظر ثواني نشوف ينخفض لولا 47 اكو ينخفض يعني هالبطارية مشكوك بأمرها جاية تنخفض 47 هالبطارية البنص هي بها نسممها الضعف اخير زوج راح نفحص هو 2.89 هاي منخفض عندنا الزوج كلش منخفض 2.89 واذا ننطي تيستر بالمصباح 67 75 74 73 73 طبعا راح يدخل حتى 60 ويبدأ يصفر شوية شوية هذا الزوج الأخير مزيان هذا عاطل الانخفاض مستمر مثل ما يشوفون به بها الطريقة راح يكون لديكم البطارية التالفة راح يصير بها الحالة منتطي 21 وعاطل هذا الزوج الأخير هذا الزوج عندنا هذا تالف وهذا الزوج عندنا نص عمر بس مشكوك بماء فتا تقدر تخلي بس المصابح بالسقف اللي يتشكل على 220 يفيد يفرض وش على مساء بينما هذا الزوج ما بيش إن شاء الله ستكونوا استفاديتوا من هذا الموضوع وهذا طريقة الفحص وهذا القلوب دليتكم من المكان ومن تجيبونا وشون تشترون ورخيص سعر 500 دينار طريقة فحص 20 فورت والتستر 21 واط طريقة الفحص تضغط 21 واط وبعد ما تكملون هذه البطاريات التي تخرجتكم هذه شي ناجحة إن شاء الله سأخليكم طريقة ربط هذه البطاريات هنا أقعد فيديو سأخلي لكم بالبطاقة فوق شلون تكونونها وشلون نصمونها تندمج الموجبات كل السوالب سأخبر كل مجموعة تحادل البطارية واحدة ونجمع ونوصل بعد السالب هنا وبعد ما نركب بالبطاريات نضيف البياميس اللي موجود من أي بطارية لابتوب يصير يركب هنا نخلي غلاف ونخلي هذا البياميس هنا يركب يدخل على السالب هذا على السالب الأول بي واحد السالب الثاني بي ثلاثة السالب الثالث وهذا الموجب يتركب وربطا على البطاريات قطط ونضيف البيض بصندوق الوصف ونخلي بعد ما نخلي بهذا الشكل سيكون ندخل الموجب عن طريق فيشة نصمم بهذا الشكل هنا ونركب المقبس الثاني بهذا الشكل هنا وهذا الأطراف الموجب السالب نربط على موجب وسالب البطارية اللي هنا نربط وأي دمج سيصير هذا هو حماية هو شحن يشحن كل ست مجموعات يشحن كل توصيل طريقة ناجحة ونصمم ونعمل ونعمل فترة ونعمل ونعمل مراوح ونعمل سيارات ونعمل 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 وكل يصير إن شاء الله تعليمات هنا هنا بعض البوردات جاء تعليمات موجودة على BMS ها كل بن موجود على رمز الثنين أول اثنين بيموجب وCDE الكمال هذا والبي سالب الفحص T والD شحن ونعمل هذه النوع هي شحن وتفريغ من نفس المكان يصير علي نفس المكان وذني القراءات وكل الثرموستات الحرارة يضي إكمال البطاريات لأنه لابتوب ف احنا ما نحتاج وضحت لكم الأول والأخير هي للشحن والتفريغ اللي موجودات هنا الموضوع بسيط ان شاء الله حبي اكتفيتكم به وشكرا لكل واحد شاهدني لحد هذه اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته